اشتركوا في القناة والتعاون الدولي في مجابهة جميع التحديات الإنسانية التي تواجه دول العالم لتحقيق العيش بسلام لشعوب المنطقة منذ قديم الزمان عرفت مملكة البحرين وما زالت تعرف بمساعيها في مسيرتها الإنسانية التي شقتها بروح يستوطنها السلام ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض هذه السمة الإنسانية المتجذرة في الأصول البحرينية شكل ملامحها حرص واهتمام جلالة الملك المعطم الذي أسس ثقافة إنسانية عريقة تسهم في إعلاء الشأن الإنساني والحقوقي لصالح البشرية جمعاء ويتضح ذلك جليا من خلال صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي أدت في طريق الخير بمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد دورا بارزا ومهما في تقديم الأعمال الإنسانية للمواطنين والمقيمين ونصرة المحتاجين والمتضررين في مختلف أقطار العالم كما تمثل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية انعكاسا واضحا للنهج الإنساني الذي تسير البحرين على خطاه ويعد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة نقلة نوعية في منظومة التشريعات المعنية بالحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل كما ويعبر قانون العقوبات البديلة عن الفكر الإنساني الذي تتبناه المملكة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية الفرد والنهوض به وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني لابد أن نشير إلى الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها فريق البحرين بقيادة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء لا سيما خلال الجائحة العالمية وإلى يومنا هذا انطلاقا من الرؤية الإنسانية التي تتميز بها البحرين للحفاظ على الإنسان في مختلف المحن والأوقات رسالة العالم الإنساني التي ترعاها مملكة البحرين تمضي قدما في طريق مد جسور العون والمبادرات الإنسانية المتميزة لمختلف الشعوب الشقيقة والصديقة ضمن حملات الإغاثة الصحية والاجتماعية والتعليمية ودعم الجهود العالمية لتعزيز قيم العمل الإنساني وحث المجتمع الدولي والشعوب للتعاون والتضامن والتكافل من أجل أن تسود الإنسانية العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر